يقول السائل في صلاة العيدين الفطر والأضحى هناك من يصلي ركعتين قبل جلوسه في المسجد وهناك من يجلس فور دخوله المسجد نأمل الإضاح بذلك صلاة العيد إذا كانت تصلى في صحراء ومصلى معد لذلك خارج البلد فإنه مما لا شك فيها أنها لا تشرع الصلاة قبلها ولا بعدها فمن جاء فإنه يجلس وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبل العيد ولا بعدها كما في الحديث وإنما اقتصر صلى الله عليه وسلم على صلاة العيد أما إذا صليت صلاة العيد أو الاستسقى في المسجد فهذا محل نظر فمن نظر إلى حكم المسجد وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين قال الحديث عام لصلاة العيد وفي غيره لداخله لصلاة العيد وداخله لغير صلاة العيد لا يسرع له صلاة ركعتين تحية المسجد ومن نظر إلى حكم صلاة العيد وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبلها ولا بعدها فإنه يجلس ولا يصلي إذا دخل المسجد نظرا لحكم صلاة العيد فالمسألة فيها نظر وعلى كل حال الأمر في هذا واسع فمن صلى تحية المسجد عند دخوله لصلاة العيد فلا باس ومن جلس نظرا لحكم صلاة العيد فلا باس نعم